كيف وماذا؟ سؤالان يتبادران إلى أذهان جميع البشر ممن ما زالوا يحتفظون بآدميتهم كيف تعاقب محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل المارقة في منطقة الشرق الأوسط وماذا تنتظر دولة الاحتلال الضاربة بعرض الحائط كل مواثيق حقوق الإنسان وعهود الأمم المتحدة يذهب أكثر المتفائلين إلى قرار ربما يصل إلى نزع الشرعية الدولية عن إسرائيل بينما يترقب العالم أجمع ما ستأول إليه الجلسة المرتقبة غدا في محكمة العدل الدولية إثر الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ودعمتها دول أخرى في مقدمتها مصر تتهم دولة الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية وعمليات بربرية وحشية في قطاع غزة المحاصر يحبس الفلسطينيون أنفاسهم وتركب أعينهم قرارا تدين به محكمة العدل الدولية العدوان بعد خذلانهم من كل مؤسسات الشرعية الدولية والهيئات العالمية وحكومات الغرب بدوله العظمى في دعم الجرم الإسرائيلي وفي حال أدانت محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية على أهالي القطاع المحاصر ومؤسساته تكبر تل أبيب على تعويض الأضرار المادية والمعنوية وفي حال عدم التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة فإن جنوب إفريقيا تستطيع الذهاب بالحكم إلى مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن يقبر حينها إسرائيل على الانصياع لقرارات المحكمة الدولية باعتبارها أعلى سلطة قضائية في العالم وهي جزء لا يتجزأ من منظمة الأمم المتحدة